والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين نحن الآن في استقبال عشر مباركة عشر فاضلة ألا وهي عشر ذي الحجة عشر ذي الحجة هي التي أقسم الله تعالى بها وفضلها على سواها والفجر وليالي العشر والشفع والوتر حسبك أن الله جل وعلا أقسم به وهو جل وعلا لا يقسم إلا بشيء له شأن عظيم روى الإمام أحمد بالحديث جابر رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن العشر عشر الأضحى والوتر يوم عرفة والشفع يوم النحر فهذه العشر من شعائر الله مما يدل على فضلها وفضل العمل الصالح فيها ولا شك أن تعظيم الأزمن الفاضلة من تعظيم شعائر الله تعالى وذلك دليل على التقوى كما قال تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب الشعائر تكون زمانية وتكون مكانية فالشعائر الزمانية مثل عشر ذي الحجة وعشر ذي الحجة زمن عظيم اجتمع فيه الحج والعمرة والأضحية وغيرها من الأعمال الصالحة فإنها في هذا الزمن العظيم أفضل من مثلها في غيره كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر الرسول صلى الله عليه وسلم لما بين شأن هذه العشر المباركة فالصحابة رضي الله عنهم استعظموا ذلك قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء وهذا فضل عظيم لهذه العشر فعلى المسلم أن يجتهد في هذه العشر بالمحافظة على الفضائض والإجتهاد بأداء النوافل باب أولى أن الوجور في هذه العشر مباركة لأن الله اهتم بها ولفت الأنظار إليها في كتابه الكريم الواجب على المسلم أن يلتفت لهذه العشر وأن يهتم بها وأن يقدم لنفسه عملا صالحا لأن العمل فيها مضاعف أكثر من مضاعفته في غيرها فلنستغل هذه الفرصة العظيمة بالإكثار من الأعمال الصالحة في هذه العشر المباركة من نوافل الصلاة والصيام وقراءة القرآن والذكر والتكبير وبر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الناس وإطعام الطعام وسقي الماء وغير ذلك من الأعمال الصالحة المأمور بها فإنها في هذا الزمن العظيم أفضل من مثلها في غيره نسأل الله الكريم أن يوفقنا وإخواننا المسلمين لاغتنام هذه العشر بالعمل الصالح والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسأل ترجمة نانسي قنقر